أعزائي الطلب اليوم سوف نتعرف على درسنا الجديد والمجسمات رقم 2 أخذنا في الدرس السابق عن بعض المجسمات وتعرفنا على أوجهها وعلى كل مجسم أوجه كل مجسم ورؤوسه أخذنا من الأشكال أو المجسمات التي تعرفنا عليها في الدرس السابق هي المخروض المخروض قلنا له وجه واحد على شكل دائرة وله رأس واحد أما الأسطوانة لها وجهين على شكل الدائرة هل لها رؤوس الأسطوانة؟ لا أحسنتم إذن الأسطوانة ليس لها رؤوس الأسطوانة ليس لها رؤوس أما اليوم سوف نتعرف على درسنا الجديد وهو المجسمات التي سوف نتعرف عليها مجسمات جديدة وهي نسميها المكعب وأيضا متوازي المستطلات المكعب والمتوازي المستطلات المكعب هو سمي هذا المجسم بالمكعب بماذا سميه؟ بالمكعب ماذا؟ مكعب هو مجسم له ستة أوجه له ستة أوجه هاي وجه؟ وجهات ثلاثة أربعة خمسة ستة له ستة أوجه المكعب له ستة أوجه المكعب له ستة أوجه إذن المكعب له ستة أوجه ما هو شكل وجه المكعب؟ شكل وجه المكعب هو مربع شكل وجه المكعب هو مربع إذن كم وجه للمكعب؟ ستة أوجه كم وجه للمكعب؟ ستة أوجه على شكل مربع على شكل مربع على شكل مربع نأتي إلى هذه الزوايا نسميها رؤوس ماذا نسميها؟ رؤوس ماذا؟ رؤوس نسميها رؤوس كم رأسا للمكعب؟ كم رأسا للمكعب؟ هاي رأس؟ رأسات ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن للمكعب ثمانية رؤوس كم؟ ثمانية رؤوس للمكعب له ثمانية رؤوس المكعب له ثمانية رؤوس أيضا نسمي نقطة الالتقاء من الرأس هذا إلى الرأس هذا نسميه حرف نسميه حرف هذا نسميه حرف كم حرفا للمكعب؟ هيا بنا نعدهم هاي حرف حرفان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر إذن للمكعب اثنى عشر للمكعب اثنى عشر حرف إذن للمكعب اثنى عشر حرف عدد رؤوس ثمانية عدد أوجهه ستة شكل وجهه على المربع انظر إلى المجسمات الآتي وحوز شكل الوجه كل منها شكل المجسم متوازن مستطيلات مكعب شكل وجه متوازن مستطيلات قلنا ماذا؟ هو مستطيل إذن نضع دائرة على شكل المستطيل المكعب ما هو شكله؟ هل هو مثلث؟ هل هو دائرة؟ أم مربع؟ هو مربع ننتقل إلى صفحة 73 سؤال الثالث قارن بين المكعب ومتوازن مستطيلات من حيث عدد الرؤوس وعدد الأوجه وعدد الأحرف وشكل وجه كل منهما إذن نعمل مربع بسم المجسم المخعب متوازن المفتطيلات عدد الرؤوس كم رأس له؟ هي بنا تمانية رؤوس للمكعب ومتوازن مستطيلات أيضا ثمانية عدد الأوجه ستة من المكعب ومتوازن مستطيلات ستة وعدد الأحرف إذن أثنى عشر إذن أثنى عشر شكل الوجه المكعب ما هو شكله؟ مربع والمستطيل مستطيل متوازن مستطيل شكل وجهه مستطيل سؤال أربعة واجب حل بالبيت يعطيكم العافية انظر معي إلى هذا الشكل هذا متوازن مستطيلات نسميه متوازن مستطيلات له ستة أوجه على شكل المستطيل على شكل المستطيل أوجه للمتوازن مستطيلات على شكل المستطيل هي وجه وجهان هي ثلاث هي أربعة هي خمسة هي ستة له ستة أوجه له ستة أوجه نأتي نعد رؤوسه هاي رأس رأسان ثلاث أربعة هاي خنسة ستة سبعة ثمانية له ثمانية رؤوس له ثمانية رؤوس شكل وجهه على الشكل مستطيل شكل وجهه شكل مستطيل له ثمانية رؤوس له ثمانية رؤوس وستة وجه وله اثنى عشر حرفا نأتي نعدهم هاي حرف حرفان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر اذا له اثنى عشر حرفا له اثنى عشر حرفا اذا متوازي المستطيلات له اثنى عشر حرفا له اثنى عشر حرفا وله ستة اوجه على شكل مستطيل وله ايضا ثمانية رؤوس اذا الاحظ ان عدد الاوجه للمكعب وامتوازي المستطيلات متساوية وعدد الاحرف ايضا متساوية وعدد الرؤوس متساوية اذا عدد الحروف والاوجه والرؤوس في المكعب وامتوازي المستطيلات متساوية متساوية ننتقل الان الى الكتاب صفحة سبعين المجسمات رقم اثنان نسمي كلها من المجسمات الاتية نشاهد هنا مكعب نشاهد مكعب وقلنا للمكعب له كم رأس ثمانية رؤوس ثمانية رؤوس وكم حرف اثنى عشر حرف وشكل وجهه على ماذا مربع شكل وجهه على مربع هنا متوازي المستطيلات متوازي المستطيلات شكل وجهه مستطيل شكل وجهه مستطيل له ستة اوجه له ثمانية رؤوس وله اثنى عشر حرف وله اثنى عشر حرف انظر الى المجسمات ادناها ومقابلها شكل الوجه المضلل لكل مجسم هنا مكعب شو شكل وجهه مربع شكل وجهه مربع متوازي المستطيلات شكل وجهه ماذا مستطيل من خلال الشكل الاتي الاحظ ان المكعب هو مجسم له ستة اوجه له ستة اوجه هي وجه وجهان ثلاث اربعة خمسة ستة ستة اوجه وله ثمانية وله ثمانية رؤوس هي رأس رأسان ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية له ثمانية رؤوس اذا والنقطة الالتقاء من الرأس الى رأس اخر نسميها حرف هذا نسميه حرف هذا نسميه حرف وله اثنى عشر حرفا وله اثنى عشر حرفا هنا املأ الجدول الاتي لكل من المجسمات الاتي عندي شكل مجسم مكعب وامتواز مستطلة هنا مكعب كم عدد رؤوسه احسنتم ثمانية كم ثمانية عدد احرفه حرف حرفان حرفان ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اثنى عشر حرف اذا عدد احرفه اثنى عشر حرف احسنتم عدد الاوجه ستة اوجه ستة اوجه وهي شكل مربع على شكل مربع ننظر الى الشكل الاخر ما هو متواز المستطلة له عدد رؤوسه ثمانية وعدد احرفه اثنى عشر وعدد الاوجه ستة عشر وشكل وجهه مستطيل وشكل وجهه مستطيل اذا الاحظ ان عدد الاوجه والاحرف والرؤوس في المكعب يساوي عدد الاوجه والاحرف والرؤوس في متوازي المستطلات اذا عدد الاحرف والرؤوس في المكعب والمتواز المستطلات متساوية تقول متساوية هيا بنا هنا نحدد اسم كل من المجسمين الاتين مجسم اوجه جميعها مربعات ماذا نسميه احسنتم مكعب مجسم اوجه جميعها مستطلات رائع متوازي متوازي مستطلات هنا فكر ما العلاقة بين متوازي المستطلات والمكعب متساوي في عدد الرؤوس والاحرف و ماذا ايضا عدد الرؤوس عدد الاحرف وعدد الاوجه هنا للتمرين والمسائل سؤال اول لون المكعب باللون الاحمر ولون المتوازي المستطلات باللون الاصفر هنا ماذا نشاهد مكعب احسنتم ماذا نلونه باللون ايه ماذا احمر باللون الاحمر متوازي المستطلات باللون الاصفر هنا اصفر هنا احمر هنا اصفر اذا متوازي المستطلات باللون الاصفر والمكعب باللون الاحمر انظر الى المجسمات الاتية وحوص شكل الوجه لكل منها هنا ماذا نشاهد متوازي المستطلات ما هو شكله هل هو مثلث هل هو دائرة